سجن صيدناي هاد موجود بريف دمشق مدينة صيدناي طبعا مدينة كلها بيعرفوا العالم انه جو برد دائما فنحن ما كنا فيه اثنين سجنين صيدناي فيه سجن سمول ابيض وسجن سمول احمر انا نحن كنا بالاحمر الاحمر بسموها السجن السياسي او لا يعني هذا السجن اقوى من اصعب من السجن الابيض المهم لحده هذا الوقت لحت تعرف لانه نحن بسجن صيدناي طبعا هون بالزنزانات هاي الزنزانات التأديب هاي الواحد الاشخاص العاديين بالمهاجع فوق نحن بالارض بيجيبوا الواحدة وما يقعد شهر بالتأديب قتل اه الدكتور بيقتله كمان الاكل يعني متل اكل العصفور العصفور كمان يبعطوا الاكل لها عصفور بعلبة صغيرة هيك ويعني بشي احيانا بيطلع لك الرغيف ورغيف خبز قط او رغيف خبز او احيانا طلع لك اتنين يعني حسب بس الاكل قليل جدا يعني مو جدا جدا فصار انه كان الحكي هاذ قبل الانتخابات بشهر قبل الانتخابات كانوا عم يسووا انتخابات على اساس العنو كله بيعرف يعني مجوز انه تعرف الحكي هاذ انه انتخابات بس هيك ومرشحين بس من برا شكليا ولا لكن كل واحد بيعرف شو اللي رح يصير يعني فا اليوم التسعة وعشرين بصيدنايا اسمعنا صوت الرصاص كان يوم الانتخابات اسمعنا صوت الرصاص الرصاص كثير يعني صاروا يغنوا جوه بالمساعدين يعني فاعرفنا انه يعني 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 هو ظل بشار الاسل ظل هو الرئيس يعني اي شغلة يعني ما استغربنا نحن لانه لاعرف شو رح يصير شو عم يصير يعني فا اليوم ثلاثين ثاني يوم اه اجي بالليل صاح اسمعنا انا والشاب اللي معين اه اه بتكونوا جاهزين الصبح انتو بتلبس تيابكن بتكونوا جاهزين اول ما افتح الباب بتطلعوا بتحط اديك على عيونك و وتنزل ظهرك على يعني يعني الواحد لازم ما يكون بشكل بشكل زاوية يمشي وجهه على الارض اديه على عيونه فاطلع عنه برا يكون القميص او الكنز اللي اللابسه يكونوا براسك بشكل ما تشوف شي يعني فيجى صاح اليوم الصبح طلعنا انا والشاب اللي معي صديقي الضابط ظل جوا بال طبعا الشاب اللي اجى كمان اخر شيء اللي اجى بعد 15 يام كمان كان ضابط من شق ملازم اول من شق و و كانوا مسوي له كمان عن طريق يعني من اصدقاء الو او شيء و اخوهم يعني خانوا فسلموا الى النظام حكا انه كان ملازم اول من شقه و سلموا فطلعنا نحن طلعنا على لفوق طلعونا فوتونا على مهجع طيق الثاني اعتقد الثاني طلعونا على مهجع ولا فوتونا على المهجع المكان يعني المهجع كبير فوتونا عليه ولا في عالم كثير في واحد قاعد على كرسي وعم يحكي مهان طبعا اول ما فتنا لجوه هون انت بالصيدناية ممنوع ترفع ايديك عن عيونك ممنوع ترفع رأسك ف فوتونا قاعدونا جوه وصار قاعدو صار يتمسخر علينا يعني يتمسخر بالحكي وال المساعدة هذا ما كنت بعرف شوه بس لباس عسكري طبعا وعسكري ف يعني بعد شوي طلع يعجبونا ماكينة احلاقه قالوا كل واحد شعره طويلة ودقهم طويلة يحلق يحلق شعره سكروا عنه الباب وطلعوا انا ما بعرف شو القصة يعني في عالم عم فصرنا يسأل العالم اللي معنا شو في شو القصة؟ قالوا انه طال عفو أنا ما صدقت ما صدقت ما صدقت ليش ما صدقت؟ ما أنا لأنه يعني الشي اللي فيتين فيه وهن يعني ما بيتصدقهم شي ما بتصدقهم ما بتقدر تصدقهم يعني ما بتقدر تصدقهم نهائيا طبعا الحكي اللي قالوا انه في عفو العالم الشباب اللي معنا المساجين اللي كانوا بالسجن معنا طال انه هنا كانوا فأنا ما صدقت ليش؟ لأنه ما بتصدق منه شي النظام والعالم اللي كانوا بالسجن يعني كان معنا بالسجن شو عرفوا يعني ف جابونا أول ما فتع السجن بيأخذوا الشحاطات أو البوط بيأخذون عندهم فجابونا على على بطانية كانت بطانية عسكرية جايبين البواط والكنادر ففوتوهم لعنا لجوة قالوا كل واحد يلبسوا أحده يعني أنا هون أنا عم قول أنه رايحين على لأنه ما فتنا على محكمة يعني بالمحكمة نظامية وأنه تقدر تقول محكمة وقاضي فأنا قلت احتمال رايحين على محكمة لبسنا لبسنا البوط لبس شحاط اللي حلق شعره فأطلعنا طلعونا وراء بعض واحد واحد لتحت على الطابق الأرضي قاعدونا بالأرض بيصحوا أسماء طبعا لهون نحت الوقت هذا لسه في ضرب والعساكل واقفين فوق باكل ضرب بيصحوا عاشر أسماء العاشر أسماء بيطلعون لبره وين بيروحوا؟ بيروحوا على غرفة الأمانات طبعا أنا ما عرفت الشيء لحتى طلعت أنا طلع اسمي طلعت رحت على غرفة الأمانات أو يسألك لحتى الآن يعني طلعت على ثلاث أفرع على فرعين وهذا السجن يعني يسألك يقول لك عندك أمانات وهنا بيعرفوا الواحد أول ما بيفوت إلا لما يكون عنده براقة أو بطاقة شخصية هوية أو بطاقة شخصية هاي بترجع أما مصاري أو مبالغ مالي أو أو تليفون موبايل ما بيرجع هذا بيأخذه هنا ففتنا لجوة سألوني قلت له أنا لا ما عندي شيء طبعا هنا بعد ما تخلص تفوت على غرفة الأمانات ما عندك شيء تبصم ببصموك أنه أنت ما عندك شيء وطلعون إلى برا طلعون إلى برا على على مهجع ثاني هاي طبعا هنا أنا لما تطلعون إلى برا أنا من سنتين يعني ما 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 مو نازل على جسمي الشمس الشمس مو نازل على جسمي ولا على طلعت لبرا كانت ديني شمس الجو شمس أو شوي حار يعني حسيت أحساس غريب طلعت أنا والشمس وعم تشوف الشمس وعم تضرب على جسمي فطلعونا فوتونا على المهجع الثاني بعد غرفة الأمانات فأجي عسكري لما فوت لجوة بيجي عسكري بيقول ارفع راسك نحنا خايفين يعني ما بتقدر ترفع راسك لأنه لما كنا ارفع روسنا أكل ضرب ضرب مطبيعي فقل ارفع راسك ارفع راسك ارفع راسك قاعدون على طاولات عادي ولا يعني بتشوف العساكر وتتطلع عليهم هون أنا عرفت أنه نحنا طالعين يعني لو رايحين على محكم وما بيسووا هيك ما بيقعدون هيك فأنا أول ما فت على السجن صيدناي قلت لهم ما عندي شيء إثبات شخصية فكانوا مسويلي خرج قيد علي صورتي واسمي خرج قيد معروف لله وراق وثبات شخصية فطلعونا وزعوا الوراق كل واحد عنده الطاقة الشخصية اللي عنده الإخراج قيد بحطونا بباصات كل ما بيتعبى باص يعني طلعوا طلعوا عالم كتير تقريبا من السجن يعني يعني بس ما أقولك كتير تفكر أنه يعني ما أضل حدا جوه يعني في عالم لسه في عالم جوه وفوق بعض العالم كمان في عالم مات في عالم مات جوه كمان يعني في عالم مات جوه من التعذيب أنا ما شفتهم بعيني بس لما كانوا يدقوا الباب ما كنا نشوف يعني كانوا يدقوا الباب يقولوا يقولوا هذا مات يقولوا عندي واحد ميت يرجوا يطلعوا وروحوا يعني أنا ما كنت بصيدنايا خلال هالشهر ماتوا ثلاثة يعني يدقوا الباب يصبحوا أنه في هذا واحد ميت قالوا عندي واحد ميت طبعا قبل ما يموت يحكم مع الدكتور يطلب الدكتور يطلب الدكتور أنه هذا مريض يعني وضعوا سيء يقولوا بس يموت بعدين خبرني هيك بيقولوا يعني لما يجي الدكتور ثاني يوم يكون الشخص مريض يقولوا بس يموت خبرني يقولوا لا تبعث علي أو تقع الدكتور إلا لما يموت هيك يقولوا بالحرف الواحد فبعدين طلعونا بالباسات أنا لما طلعونا بالباس يعني بدون لا كلبشة ولهم غطي وجهي يعني طلعنا لبرا مش الباس طلعت نزلت إجت الشمس من الشباق فصرت أطلع على صديقي ف طلعت عليه لقيته عم يبكي قلت له شوفي يقول لي ما أنا مصدق ونطلع عنه قلت له ولا أنا مصدق يعني بعدين يعني صرنا نضحك نبكي ونضحك ما بتعرف شو بدك تسوي تبكي ولا تضحك يعني طلعت من الموت يعني في عالم ماتت وأنت كنت مع هالعالم يعني تطلعت من الموت ف طلعنا أخذونا على الشرطة العشكرية بالقابون طبعاً طبعاً أنا لما فدت على السجن كان فيه يعني ما كان في 2012 ما كان فيه الدمار الأبنية والدمار كان فيه صحيح كانوا يضرب رساس وحواجز وحواجز بس ما كان يعني ضرب وطيران وقصف طلعت وصلنا على على برزة يعني من أحد من ريف الشام من ريف دمشق فطلعت يعني أنا شي هذا ما شفتو غير يعني حرب حرب صايرة حرب يعني أبنية كاملة نازلة السيارات محروقة بالشوارع ولا حدا ولا في حدا البيوت ما في حدا ما في حدا بالشوارع يعني ما بعرف أفرح أفرح لأني طالع من السجن ولا أزعل على العالم اللي يظلوا وراي وما طلعوا ولا وصلنا على الشرطة العسكرية بالقابون طبعا الشرطة العسكرية يعني معاملتها أسهل من المعاملة الله يعني 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 ما بعملك مثل ما عملت المخابرات أو المخابرات الجوية أو سجن الصيدناية أو الأفرح يعني معروف أهون بس مو يعني تفكر أنه لا يعني بس أهون من المخابرات والأفرح والأفرح الثانية فقعدنا أربعة، اثنين، خمس أيام ف الأكل جوابونا أكل منيح وجوابونا طبعا هون نحن نطالعين يعني طبعا هون بس العساكر المدنية بيأخذون على غير مكان نحن العساكر بيأخذون على الشرطة العسكرية بعد يومين ثلاثة أربعة فإجوا المندوب تبعنا إجوا من المخابرات الجوية نحن نتابعين إلى الدفاع الجوي تابعين لإدارة الدفاع الجوي بريف دمشق كما بالمليح إجوا من مساعد من عندهم بس أخذنا نحن نتابعين للإدارة فأخذونا على إدارة الدفاع الجوي بالمدينة من مليحة بريف دمشق نزلنا أول ما نزلنا سجلوا أسماءنا صاروا يسألون من وين أنت من وين أنت من أي كتيبة ومن أي كتيبة وشو اسمك على أسماء فسألونا أنا والشاب اللي معي فصاروا يصيفوا علينا وضربونا كمان مقته بس يعني مو ضرب الله قالوا أنت اللي فوتوا الجيش الوحر على الكتيبة تكن نحن كنا بكتيبة قالوا أنت اللي فوتوا الجيش الوحر على الكتيبة وأنت اللي قتلته وأربعين واحد وأنت اللي سببته بقتل أربعين يعني ما بتقدر تحكي معه خلص بظل ساكت يعني يعني حتى لو تحكي معه ما بصدقوك إذا كذبت عليهم ما بصدقوك وإذا حقيت الحقيقة ما بصدقوك يعني الحالتين ما حدا بي قاعدنا بالإدارة الدفاع الجوي ثلاثة أيام أربعة أيام نشغلونا بالتنظيف تنظيف الإدارة بعد ثلاثة أربعة أيام نروح على المطعم يعني ما حدا أجل من الكتيبة اللي تابعين نحن إله بعد ثلاثة أربعة أيام رحنا على المطعم طبعا لما يفوت على المطعم الواحد أو شي بيكون ضابط مسؤول عن المطعم يعني في منوب ضابط منوب مسؤول عن المطعم هو لي فكان الضابط يوميته واحد من الضباط اللي كانوا معنا بالكتيبة اللي كانوا الضباط اللي معنا بالكتيبة ما كان موجوده وقت اللي فات الجيش الحرار الكتيبة نقلينه على الدارة الدفاع الجوي شفته ورحت لعنده قلت له نحنا صارنا كم يوم هون ونحنا تابعين الكتيبة 618 المهم حكى معا عن قال لي بكرة بيجوا ياخذوك أجاء أجاء ثاني يوم أجاء الضابط الأمن كل كتيبة على ضابط ضابط الأمن هذا تحت العقيدة تحت قائد قائد الكتيبة ف أجاء يعني سألنا أنه 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 ليش هيك ما بعرف شو ما بعرف هو ما كان بيعرف أو شيء مهم صار حديث مناتنا قال أنه بكرة ببعث لكم واحد يجي أخذكم بالسيارة الكتيبة أجاء الثاني يوم واحد ضابط من الضباط أخذنا من الكتيبة واحدة من سيارة الكتيبة مع وعناصر اثنين مسلحين أخذ هنا أخذنا على الكتيبة وصلنا الكتيبة الكتيبة صايرة بريف دمشق بمدينة اسمها نجحة بعيدة شوي عن الدمشق تقريبا صايرة على طريق المطار مطار دمشق الدولي وصلنا هناك صايرين من ناقلين الكتيبة مركز الكتيبة لأنه مركز الكتيبة كان بدومة وبدومة كان متسيطر عليه الجيش الحر يعني محر رحنا على الكتيبة نزلونا يعني العناصر اللي بالكتيبة اللي كنا بنعرفهم يعني يجوا سلموا علينا بالوجه هيك بس يعني ما قاعدوا معنا ولا يعني يعني محاطين براسهم مدرسينهم مفهمينهم أنه نحنا مسوينا الشي هذا ونحنا اللي يسوينا الحقيات كل هذه فا قاعدنا يومين أبي أول مسامع بالعفو طالع على الشام أبي يعني مقضي أنا سنتين وشهر بالسجن مقضي سنة بالدمشق عم يدور علي جاي على الفرع محكي له كلا كيف يعني شو صير معه لما كان يجي فكان متواصل مع قادر كتيبة تبعنا مشان إزا بيعرف عني شي قادر كتيبة بيخبره لما طلعت ما حكي معه فورا حكي معه بعد يومين قادر كتيبة حكي معه حكي معه قالوا أنه حذيفة طلع وموجود عنا بلدنا طبعا السنتين هذول أو أنا بعثت خبر الأهلي مع شخص طلع لما كانوا ما بنعرف الشخص وين يطلع بالسجن في مخابرات الجوية ما كنا بنعرف الشخص وين يطلع وين رايح فكلما كان يطلع واحد يعني نعطيه رقم تليفون أو شي مشان يحكي معه بعد فترة ستة شهور لما كنت أنا من مخابرات الجوية طلع شخص من الأشخاص الكثيرين اللي أعطيت رقمي لهم ما بعرف وين راحوا وطلعوا وما طلعوا وما خبروا ما بعرف يعني ما بدي الشبه هذا من محافظة الرقة أول مطالع يعني طالع هو وليما طلع من الفرق طالع على عسكري هو طالع بعض المطالع فترة من شق ورايح على عرق راع على معافظة الرقة فمتصل على أهلي متصل رد عليه واحدة من أخواتي فكانت أمي عايشة حكيت معي معه هو الشب قال لأنه عالسريء حكي معي قال لأنه حليفة موجود بالمكان الفلاني وهو بخير هيك بس هيك محاكمه عنه ومسكر وبعدهم مو راجع لهم ما اتصل عنه ولا هن اتصلوا على التليفون مع الظاهر كان ما اتصل من محل أو شيء ما بعرف يعني مكان اللي ما اتصل منه وأنه هنا بالكتيبة ما اتصل تصل قاعد الكتيبة على أبي قال له موجودين هنا قال له أبي طبعا كان موجود بال بالدمشق وأخي عم يشتغل بلبنان أجي أخي من لبنان جاي على على سوريا على دمشق وأجو وأبي وأخي وابن عمي وابن عمتي يجي بسيارة وابن عمتي عنده سيارة أجو على الكتيبة لما أجو على الكتيبة نحن الكتيبة اللي كان فيه هاي اللي انتقلوا عليه تابع لكتيبة ثانية والكتيبة الثانية ما بتفوت السيارة على كتيبتنا السيارة المدنية ما بتفوت على السيارة على كتيبتنا فطلع طلع مفوتين السيارة على الكتيبة الأولى يعني صحي الطريق من الكتيبة الأولى هذيك اللي على الطريق بعدين يفوت الطريق على كتيبتنا فمفوتين السيارة فاتوا بالسيارة الجوة والعند الكتيبة الثانية اللي أول الطريق فكروا أنه أنا هناك فسألوا فتصل القاعدة الكتيبة هذيك للتانية تصل على القاعدة كتيبتنا قالوا أنه والد حذيف وأخوه هن قال لي يجي أجي أحكى معي قاعدة الكتيبة بعث عندي واحد من العساكر قال لي أنه تعالوا أخبرني أنه ف يعني لحد دلوقت هذا أنا كنتم يعني ما بعرف شي عن أهلي يعني قاعدة الكتيبة ما ما أخبرني أنه بدو يحكم مع أبيه وشي فأجي قاعدة أبوك وأخوك وأبن أمك عم يستنوك بالكتيبة الثانية أطلعت فورا نركض تقريبا شي واحد كيلو متر ركض رحت لعندهم دقيت الباب فتت لما فتت لجوة أخي عرفته وبن عمي عرفته أبي كان يعني كان شعره يعني شعره كان أسود شعره أسود ما في يعني شيء أبيض كثير لما اطلعت عليه ما في شيء شعره أسود كله أبيض أخذني أجو لعنده سلمت عليهم كان ابن عمتي موجود كمان ابن عمتي معرفته يعني لحتى أقلوا بهذا ابن عمتك لحتى عرفته يعني متغير كان شكله أنا المهم رحنا على القادة الكتيبة أعطونا أربعة أربعة أيام إجازة لأنه أنا كنت مريض يعني يعني السناني كانوا كلهم بيتحركوا ما أقدر أكل يعني السناني كلهم كانوا بيتحركوا السنان والدراس كلهم بيتحركوا يعني كانوا يعني اللثة تباعي المهترية خالص فأخذوني على الدكتور كمان وقفوني كما الشيطان يأ